اشتركوا في القناة ما تم الاتفاق عليه لضبط تفالد سعر صرف الدولار سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جونبلاط في تصريح عبر توتر عن أي انقلاب يتحدث رئيس الحكومة سوى برأي الانقلاب على الإصلاحات والعودة إلى سلعات وعدم توحيد الأرقام المالية وبالتالي الفشل في المحادثات مع الجهات الدولية محذرا من صرف الاحتياط ومن التهريب وسرقة الثروة الوطنية من غذاء ومزود ومشددا على ان ضبط الحدود رسميا وشعبيا اكثر من واجب تبدأ الدول الاوروبية اليوم بتخفيف بعض القيود التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا لكن استمرار اجراءات العزل العام في اسبانيا ومجموعة من القيود في اماكن اخرى واعتماد اساليب جديدة في العمل تعني ان عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا تزال بعيدة المنان وحثت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الاوروبي اعضاء شانجان الاسبوع الماضي على رفع القيود المفروضة على الحدود بحلول اليوم الاثنين للسمح باعادة فتح تدريجية امام الدول الاخرى اعتبارا من تموز المقبل وقد يسهم هذا الاجراء في انقاذ جزء من موسم الصيف بنسبة الى صناعة السفر والسياحة المتضررة في اوروبا كما يشكل القطاع بجانب الترويج والثقافة ما يصل الى 10% من اقتصاد الاتحاد الاوروبي ويسهم بنسبة اكبر بالدول المطلعة على البحر المتوسط ولن تسمح اسبانيا بدخول سائحين اجانب حتى ال 21 من حزيران الحلي مع منح استثناءات لبعض الجزر الاسبانية وفي باقي الدول يعتمد الحق في السفر على محل الاقامة الحالية ولجهة المقصودة هذا ويشهد مطار بريكسل نحو 60 رحلة في اول يوم بعد استهناف النشاط تشكل 10% من طاقته المعتادة التي تصل الى 600 رحلة افاد موقع بلومبرغ ان اسعار النفط انخفضت بشكل حاد وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا في ظل ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس القاتل في الولايات المتحدة والصين وتراجعت العقود الاجلة للخام الامريكي لشهر حزيران بنسبة 4.77% الى 34.53 دولار للبرميل فيما هبطت العقود الاجلة للخام العالمي برانت بنسبة 3.36% الى 37.43 دولار للبرميل مع هذا الخبر نختم موجة زل عشرة نعود الى زميلة سحار لمتابعة يوم جديد موسيقى